السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي الله بالصفة السلسة الفدايي النهاردة هناخد نص جديد بعنوان اخي الانسان للشاعر عيسى النعوري للشاعر عيسى النعور تعالوا بنا سنة ستة نتعرف على الدرس بتاعنا او النص بتاعنا بيقول اخي الانسان للشاعر عيسى والشاعر عيسى النعورة سنة ستة هو شاعر فلسطيني شاعر من دولة فلسطين كتب القصة والرواية والشاعر وعمل في ميدان التدريس من اعماله طريق الشوكي وادب المهجري واناشيلي شاعر بيقول اخي في العالم الواسع في المشرك والمغرب اخي الابيض والاسود في جوهرك المطلق امد يدي فصافحة تجد قلبي بها يخفك بحبك يا اخي الانسان فقد جئنا الى الدنيا معا لنعيش اخوانا ونسعد بالحياة معا احباء واعوانا ولو شئنا حن جنة الفردوس دنيانا تعالوا بنا نتعرف على معاني بعض الكلمات اللي عندي اخي ده اسلوبني ده طبعا حسب الشاعر الاداة دلالة على الكرب والمحبة في العالم اي في الدنيا كلها يبقى العالم معناها الدنيا كلها الواسع اي الرحبة او الفسيحة ومضاد الواسع الضيق في المشرك الشرق والمغرب في بلاد الغرب وجامع مشرك مشارك ومغرب مغارب اخي الابيض اي زو البشرة البيضاء والاسود زو البشرة الاية السوداء في جوهرك جوهر معناها اساس واصل وعكسها فرع المطلق العام او الشامل والمضاد المقيد او الخاص امد يدي فصافحة اي سلم عليها فصافحة اي ايه سلم عليها تجد قلبي بها يخفك اي ينبض بشدة ينبض بايه بشدة بحبك يا اخي الانسان لقد جئنا اي اتينا الى الدنيا اي الحياة وجامع الدنيا ادنا معا لنعيش اخوانا لنعيش اي لنحيا اخوانا ونسعد اي نهنأ ومضاد نسعد نشقى ومضاد نسعد نشقى مضاد السعادة الشقاء بالحياة معا احباء واعوانا ولو شئنا اي لو اردنا شئنا يعني اردنا والمضاد ابينا او رفضنا احلنا يعني حولنا وبدلنا والمضاد سبتنا وابقينا جنة جمعها جنات وجنان جنة جمعها جنات وجنان جنة الفردوس هي اسم من اسمال ايه الجنة وجمع فردوس فراديس تمام دنيانا تعالوا نبص مع بعض يا كده يا سنة ستة طبعا هنا التمهيد للدرس بيقول لي الشعر عيسى النعوري شعر فلسطيني نشر الكصة وروازة ما قلنا والشعر ودخل في ميدان التدريس ومن اعماله طريق الشوق ودب المواقع ما المناسبة التي كلا فيها هذا النص يعطي الشعر الانسان في كل مكان الى المحبة والسلام ونبذ الخلافات والحروب والصراعات فذلك هو الهدف الحقيقي من الحياة التي نحياها فالانسان لا يستطيع الحياة او ان يحيا بمفرد طبعا تعالوا نبص على شرح الابيات اللي احنا قلناها يدعو الشعر في البيت الاول الى البيت الثالث يدعو الشعر الانسان في كل مكان الى المحبة والسلام ونبذ الخلافات وانه لا فرق بين بني الانسان في اي مكان في العالم سواء كان في الشرق والغرب ولا فرق بينهم من حيث ألوانهم الأبهد والأسود فكلهم من أصل واحد وهو آدم وحواء ولذا يتمنى الشاعر أن يجد المبادرة أي المسارعة والسرعة الاستجابة من الآخرين إذا مد يده ليصاف أحد أو يسلم عليه لأن ذلك يجعل قلبه يشعر بالفرحة ويعبر عن تلك الفرحة بلقاء الأيد الأبيات من أربعة الستة والإنسان لا يستطيع أن يحب مفرد الهدف الحقيقي للحياة التي تحياها أن يعيش بعضهم مع بعض في سلام ومحبة وأن يتعاون كل البشر فيما بينهم في حب ومودة ليستمتع كل منهم في حياته ويعيش عادة وإذا تعاون البشر فيما بينهم تحاولت حياتهم إلى جنة على الأرض وأخيرا يدعو الإنسان أقوى الإنسان إلى مشاركته في رحلة الحياة المليئة بالسعادة والتعاون والمحبة سن واحد طبعا دي مناقشة على النص أذكر الفكرتين الأساسياتين في النص الأولى تدور حول نالة فرق بين بين الإنسان من حيث اللون والجنس والسنية حول هدف وجود الإنسان على الأرض وأن يعيش بعضهم مع بعض في سلام ومحبة ماذا يتمنى الشاعر إذا مد يده يتمنى الشاعر أن يجد المبادرة وسرعة للإستجابة من الآخرين ليصافحوا لماذا يتمنى الشاعر ذلك؟ لأن ذلك يشعر قلبه بالفرحة فتحس مع من يصافحه من خلال النبضات قلبه سؤال الرابع ما هو هدف وجود الإنسان على الأرض من وجهة نظر الشاعر؟ هو أن يعيش الإنسان مع بعض في سلام ومحبة أو أن يعيش جميع البشر في سلام ومحبة سؤال الخامس من وجهة نظر الشاعر ماذا ستطبق الإنسان الهدف منه؟ ستصبح الدنيا جنة يبا لو طبقنا هذا النص في حياتنا ستصبح الدنيا جنة سؤال السادس سؤال السادس سؤال الله شعوبا وقبائلا تمام؟ ستشهد من القرآن الكريم حتى أن أتعرف قال تعالى يا أيها الناس إن خلقناكم من زكر وأنسى وجعلناكم شعوبا وقبائلا لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم الخبير تمام؟ سؤالي بعد كده أقول لي ما الميزة التي يفاضل الله الناس بها؟ ما ميزان التفاضل عند الله سبحانه وتعالى التقوى والعمل الصالح تعالوا نشوف بعض مواطن الجمال في هذا النص في المشكل طبعا هنا تعبير جميل ذكر فيه الشعر لفظين متقابلين للدلال على أنه يخاطب كل إنسان دون تفرقة أو تمييز الأبيض والأسود تعبير جميل أتى فيه الشعر بلفظين متقابلين أي ضد بعض للتأكيد على عدم التفرقة بين أي إنسان وآخر في جنس أو لون أو دين المطلق استخدم الشعر هذا اللفظ العام يضل على مبدأه في عدم التفرقة بين بين البشر معا لنعيش إخوانا تعبير جميل يوضح فيه الشعر الهدف الأساسي من حياة الإنسان على وجه الأرض هو العيش في سلام وأخوة لو شئنا أحنى تعبير جميل يؤكد فيه الشعر أن الدنيا يمكن أن تصبح جنة إذا توحدت نوايا للبشر وهو ما يؤكده الشعار الوطني معا نحن قادرون على التغيير خلاص الدرس التعنى والنص التعوري هو شعر فلسطيني من أعماله طريق الشوك وأنشيدي ما أهم ما يناقشه هذا النص أنه لا فرق بين 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 الإنسان في أي مكان في العالم الشعر يتمنى أن يسود السلام أن ينتشر السلام بين الناس ما الهدف من حياة الإنسان الهدف من الحياة لكل بين البشر أن يتعاونوا ليعيش سعداء ماذا يحدث إذا تعاون الناس أو تعاون البشر لو تعاون البشر تمام تتحول الدنيا إلى إيه هنا الشعر يقول تعاون البشر يحول الدنيا إلى إيه إلى جنة هنا يقول لي أقرأ ثم أجب تدريبات للطالب أقف العالم الواسع في المشرق والمغرب أخي الأبيض والأسود في جوهرك المطلق أمد يدي فصافحة تجد قلب بها يخفق حتى ما يأتي معنا كلمة جوهر قلنا أساسك جمع المشرق المشارك والمغرب المغرب من قال هذا النص أن عيسى النعوري وما جنسيته شاعر فلسطيني وما أهم أعماله أن أناشيدي ما الذي يدعو إليه الشاعر وتمنى يدعو إلى الأخوة والمحبة والسلام وتمني أن يعيش الناس جميعا في حب وتعاون استخرج أربعة كلمات كل سنين ضد بعضهما ثم باني الجمال في ذلك هنا الشاعر أو هنا السؤال عايز أو طالب مننا كلمات ضد بعض أقول مثلا إيه المشرق والمغرب الأبيض والأيه والأسود تمام كده سنة ستة طبعا بين كل كلمتين تضاد ووضح المعنى وكده سنة ستة أن نكون إنتهينا من شارح نص أخي الإيه أخي الإنسان